تدرك أحزاب العملية السياسية في العراق أن بقاء القوات الأمريكية ضمان وجودي لاستمرار تسلطها على البلاد وسور يحميها من الصخط الشعبي المصر على اقتلاعها إلا أن المتغيرات الإقليمية وصراع المصالح بين أمريكا وإيران عقدا على الحكومات المتعاقبة في بغداد مسألة موازنة العلاقة بين الطرفين والسعي لإرضاء واشنطن وطهران الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع الميليشيات والتي أدت لمقتل قياديين بارزين في الحشد وضعت حكومة السوداني في موقف محرج فمن جهة يريد السوداني إرضاء الميليشيات بالاستظهار بأنه ضد وجود القوات الأمريكية ومن جهة ثانية يعرف حاجته للدعم الأمريكي للاحتفاظ بمنصبه وكالة رويترز نقلت عن السوداني قوله إنه يريد خروج القوات الأمريكية بشكل سريع ومنظم من العراق عن طريق التفاوض لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لذلك ليترك الباب مفتوحا لإمكانية إطالة الحديث عن وجود القوات الأمريكية وتحويله إلى سجالات برلمانية لا تتعدى شعارات الوطنية والسيادة السوداني الذي يقول للرويترز إنه يريد خروج القوات الأمريكية هو نفسه السوداني الذي نقلت صحيفة بوليتيكو رغبته ببقاء القوات الأمريكية عبر رسائل سرية أرسلتها حكومة السوداني للخارجية الأمريكية تبلغهم بالرغبة ببقاء القوات الأمريكية في العراق معتبرة بأن ما بدر من السوداني هو مجرد إرضاء للجماهير الميليشيات التي استهدفتها الضربات الأمريكية بدأت تحس بأنها كبش فداء تقدمه للأمريكان حكومة السوداني ومن ورائها الميليشيات المهيمنة لذلك يطلق قادتها تصريحات تمرد على السوداني وتشكيك بنواياه مع تهديدات بتأجيج الصراع في حال وجدت نفسها وحيدة تتلقى الضربات الأمريكية تصاعد القصف الأمريكي لمواقع الميليشيات سيفتح باب الصراع داخلي يفضي بالعملية السياسية إلى نفق أشد ظلاما مما هي عليه الآن ترجمة نانسي قنقر